اشتركوا في القناة قبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته وساقى مسلم الاسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل احدى نسائه وهو صائم ثم تضحك ثم ضحكت يعني ضحكت اما خجلا ان هي المقصودة يعني كان يقبلها وهو صائم او سرورا يعني تصر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها رغم صومه او تنبيها يعني تنبيها انها هي المقصودة وساقه ايضا عن عائشة ايضا رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وانا صائم وايكم يملك اربه او اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه او اربه يعني هو مضبوطة لفكحتين ارب ويعني الحاجة وقد تكون ايضا على العضوة او الارب بمعنى برضو الحاجة او العضوة يعني كلهما بمعنى متقارب يعني ايكم كان يملك نفسه لانه ممكن انسان يقبل فتتحرك شهوته فعند اذن يقع في المحظور اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يملك نفسه فهي استنتجت من هذا ان الانسان اذا كان لا يستطيع ان يملك نفسه فعند اذن فهو لا يقبل وهو صائم ولذلك يعني ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد في غير مسلم انه جاءه شيخ وسأله عن تقبل الصائم فاجاز له وجاءه شاب فمنعه فهذا ايضا يؤيد ان الذي يعني يكون ممنوعا هو من يحتمل انه تتحرك شهوته في الصوم فيقع في الوطء او يقع في شيء يعني ينزل معه ولذلك فهو يملك نفسه ثم ساخى ايضا مسلم الاسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه املككم لاربه او لاربه كلمة يباشر ليس معناها انه يقع منه الوط لا البشرة معناها وضع البشرة على البشرة هذه هي المباشرة يعني يضع البشرة على البشرة وبالمناسبة انا اريد ان انبه على خطأ يقع فيه كثير من الناس بل بعض طلبة العلم يعني ماذا يقولون يقولون ان يعني يريد ان يبين ان الصلاة فرضها كان في السماء فيقول فرضت جميع الا الاحكام في الارض الا الصلاة فرضها الله مباشرة لا ما يقال لان الله لا يوصف بالمباشرة المباشرة وضع البشرة على البشرة لكن اذا اردت هذا المعنى تقول ان الله تبارك وتعالى فرضها كفاحا يعني من غير واسطة لكن لا تقول مباشرة فكان نبي يباشر يعني يضع البشرة على البشرة يعني يلمس زوجاته وهو صائم وتقول لكنه أملككم لإرضه يعني كان يباشر وهو صائم أيضا في نفس الباب في رواية عن إبراهيم يعني النخعي عن الأسود يعني خالق أسود المنزيد النخعي ومسروق أنهما دخل على أم المؤمنين ليسألانها فذكر نفس الحديث لكن أردت أبين يعني هنا فائدة لطيفة إن هذه الأصل يسألها يعني لام كي يعني يحدث منها النون يعني إفعال الخمسة تنصب حذف النون فتقول ليسألها لكن هذه الرواية صحيحة ليسألانها لكنها لغة شاذة أو لغة قليلة ليسألها أي ليسألانها وفي رواية أن هذا كان النبي كان يقبل في شهر الصوم يعني في حال الأصيام نتفي بهذا الآن ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة في نفس هذا الباب وصل الله ونبينا محمد وعلى آل وصحبه وسلم السيما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر